اشتركوا في القناة ومن الاخبار الصفحة الاولى طلاب الاخوان حولوا الجامعات الى ساحة حرب والمصر اليوم الصفحة الاولى الاعدام جابيا لستة وعشرين متهما حاولوا تفجير قناة السويس والوطن الصفحة التالتة الاخوان يعلنون مقاطعة الانتخابات واسلاميون سيدعمون صباحي سرا والمصري اليوم الصفحة الاولى منشتين الاول الخارجية واشنطن تحت جز اباتشي مصرية ارسلناها للسيانة والمنشت التاني اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قرار دعوة الناخبين لن يصدر قبل خمسة ايام والوطن الصفحة الاولى المالية القطاع الخاص وافق على الادنى للاجور وموعد التنفيذ محل تفاوض واخر خبر من المصري اليوم الصفحة التالتة اثيوكيا بناء النهضة يجري بواتيرة متسارعة وعلام يحاربوننا نفسيا ونبتدي من اول خبرين بقى خلينا ناخدهم مع بعض لقرام الصفحة الاولى الجيش والشرطة مستمران في التلاعج ودور الارهاب والخبر التاني طلاب الاخوان حاولوا الجامعات ساحة حرب وقبل ما نتكلم عن العنف اللي في الخبرين ايه اللي حصل في التلات سنين اللي فاتوا لكل من قبض عليه وكل من شاهدنا اعترف وشفنا اعترفات على الهواء وناس متورطة في جرائم هل في حد حكم عليه هل في حد تم تنفيذ في حكم الاعدام هل في حاجة من دي تمت لحد دلوقتي يعني اعتقد لم يصدر حكم اعدام على اي واحد من منذ ثورة 25 يناير حتى الان احنا ما نقولش حكم اعدام احنا عندنا قضاء ونحترم احكام القضاء ومش عايزين نحكم مسبقا سواء بالاعدام وغير الاعدام يعني ده شغل القضاء ولكن في النهاية يعني امهات الشهداء واهالي المصابين وحتى اهالي اللي هم المتهمين نفسهم عايزين يعرفوا رأسهم من رجليهم الاحكام بتطلع براءة طيب احنا دلوقتي احنا مش طيب اي دولة في الدنيا يعني قواتها الشرطية والعسكرية بتمارس مهمها وتقبض على الناس وتدعهم السجون علشان يتم القصاص لو ما تمش القصاص بتفضل الدنيا زي ما هي حصلة دلوقتي وفي المنظمات الحوائية بتدافع عن منهم كتير جدا وفي نعمل حسابه ان احتمال يهرب وعندنا وضع زي ما هو السجون بتتملي لكن ما فيش يعني الغاد دلوقتي هقالة التفق معي انه العدلة البطيئة ما هي موت بطيئة وبتحبط الناس وتتحسس بالامان احساس الامان المطلوب عند الناس هيزيد امتى ما لم يتم القصاص طبعا في من يقول ان عدم الاستقرار وتغير كثرة تغيير الحكومات والوقت الانتقالي وحالة شبه فوق قضاء في المجتمع المصري ولكن وبيقول ان دا ينسحب على القضاء وانا برفض كده تماما اي مواطن مصري يحب بلد ويرفض كده تماما يمكن السلطة الوحيدة السلطة القضائية الوحيدة التي هي في منأة عما يحدث مستقرة موجودة هو ايه اللي بيحصل في السلطة القضائية برا مصري يعني ازاي الوطيرة تبقى اسرع ازاي يبقى فيها ما هي ما نجال المشكلة دي قائمة منذ ما قابلها ثورة 25 يناير اللي هي سرعة العدالة النجزة الذين يقولوا احنا شوفنا مشطقة تحبسوا في لا وقت وفي نفس الوقت في ناس معترفة وشايفينها شاشات معترفة والغاية دلوقتي لم يفصل فيها والدواير اللي تم تخصصها للارهاب اخبارها ايه في دواير خاصة طبعا تأسست بعد ثورة 25 يناير محدش يسمعنا حاجة للأسف ونقول لك منتظرها محدش يسمعنا حاجة ما فيهش فرق بينها وبين الدواير العادية احنا بنتعمق في الروتين والبيروقراطية في كل مجالات والده ليس التهمة للقضاء نتكلم على اجراءات وما تكلمش على الاحكام نفسها احنا طبعا ما حدش حاسس بالدواير الخاصة هي فين وامتى وازاي وفين الاحكام اللي طلقت ما فيش حاجة انا عايز اوضح بس النقطة سوز ناصر ان انا بتكلم في الجزئيه دي قبل ما نتكلم في اي حاجة لانه الصندوق اللي تم عمله ولمزارة السياحة ده شيء جميل من الحكومة لكن قبل الامن والامان وقبل ما يبدو تتوقف التفجيرات عمر ما حد هيجي لنا ما هي ده نقطة اه بس نتكلم فيها يعني يعني اسمحنا سوز فادي هي مسألة ان كان من زمان نعرف من عشرات السنين ان القضاء والشرطة عندهم نقص في الافراد او نقص في العناصر يعني الشرطة حتى فيه اصوات بتقول دلوقتي ان احنا نخرج الدوف على سنة ربعة من دلوقتي من بكرة يعني واشتغلوا يعني عشان فيه عجزة بالنسبة لعدد السكان بيبقى فيه نسبة وتناسب معروفة على المعايير ده مش موجودة في مصر فيه نقص في عدد افراد الشرط ونفس الكلام في القضاء يمكن اكثر القضاء محتاجين عدد كبير جدا من القضاء مش دلوقتي عشان الوضع لا ده الوضع العام يعني كانوا عايزين اعملوا نائب ووكيل نيابة في كل اسمه شرطة علشان يبقى العدد للنجزة انا متهم اروحت اسمه الشرطة ما اقعدش يومين اتنين متعرض عن نيابة وهغرم البلد حجز واكل وشرب اهلي يسألوا عليها تبقى مشكلة يبقى فيه نائب ووكيل نيابة موجود في كل اسمه شرطة ما لقوش عدد كفاية طيب احنا بننوح على المشكلة ولكن يجب وجود حلول بأي طريقة لده لانه مش هنخرج من هذه الدائرة المفرغة طول ما احنا ما محلش وهي الحلول مش محتاجة معجزة ومش محتاجة لا الحلول تقليلية والفساد المتراكم من 30-40 سنة محتاجين حلول موجودة ومعروفة جدا 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 بس هي محتاجة رؤية وقرار فقط انا بقول ده لانه بالاضافة ان عندنا فساد قد كده بقى له سنين طويلة محدش كشف عنه لغاية دلوقتي ولسه لا الفساد دي مسألة كبيرة بس احنا لازم عندنا منظومة قضاء يتحل بقى المشاكل دي بأي طريقة شوف حركة في نقطة احنا بتكلم في شقين الذي يحال الى القضاء اصار في زمة القضاء انما احنا بنا بتكتشفش حتى الان لا يوجد وسيلة لاكتشاف المفسدين في ناس بيسرقوا الغاية دلوقتي في كل مجالات البلد وسرقة كبيرة جدا وحتى هذه اللحظة لم يكتشفوا ده مش شغل القضاء يعني هي حكتين اتنين احنا عايزين المهم عدالة ناجزة احنا بنذكر الرئيس الوزراء اول تصريح قاله قال مفيش مكان في البلد المرتشي او فاسد عايزين يطبق الكلام ده عشان هو اللي بيحل النيابة خلاص صار في زمة القضاء ولكن احنا بنتكلم ما قبل مرحلة القضاء يعني ازاي نكتشف نكتشف من التعينات اللي تمت من الاخوان وهم في الحكم ده جزء عندك المستشارين المستشارين اللي في الوزرات ما قالوش وفلوسهم ما قالتش سبعة مليار جنيه من دم ودمك ودم دفع الضرائب يروح لمستشارين هل هي دي مكافئة نهاية الخد لكل واحد يطلع المعاش ومستشار فين فرصة الشباب ما فيش فرصة للشباب في أي مجال في أي مكان في الحكوم نتمنى من رئيس الوزراء الجديد ان احنا نشوف منه ردود في هذه المواضيع المهمة جدا نتهم كل من قدم في البلد خصوصا الشباب طيب نرجع بقى لأخبارنا والإرهاب وكنا بنتكلم عن الجيش والشرطة مستمرا فقتلها جزور الإرهاب وطلاب الإخوان حوالوا الجماعات إلى ساحة حرب طلاب الإخوان ده احنا عارفين من فترة لكن لو تكلمنا عن المواجهة اللي تمت مبارح في الفجر وقعدت ساعات طويلة وكمية المتفجرات الرهيبة اللي تم الكشف عنها والسؤال في الموضوع ده إزاي الأهالي هناك شهر ونص ما تشكوش في الناس دي وعربية بتخش بلون وتخرج بلون والتصرفات مريبة وكمية سلاح يعني عبد الله لأننا لا يوجد أفلام أكشن هنصدقها بعد كده بعد اللي احنا شفتنا ده فحضرتك شايف ده إزاي كمية المتفجرات الرهيبة دي يعني خمس براميل سي فور لمن لا يعلم السي فور دي اللي هي من أسوأ المتفجرات البلاستيكية في العالم وأسوأ من التين تي أسوأ من كل حاجة قالب منها ممكن يفجر مبنى يعني فإحنا في مرحلة صعبة جدا إزاي ده قاعد شهر ونص ما هو ده سؤال يوجه لأجلسة الأمن أجلسة الشرطة والجيش وبعدين ما حدث بالأمس في القليوبية يعني أنا شئان في أن في عملية تأخر هم رصدين الكلام ده من زمان حتى مكتوب النهاردة طيب أنتوا رصدين وعندوكم معلومات والمباحث شغالة وهجاز الأمن وعارفين أن في بقر حتى الآن دي مش دي بقرة واحدة فيه بقر كتيرة في نفس المربع ده بيسمينه المربع الخطر يعني طيب أنتوا كنتوا فيين يعني أنتوا منتظرين الفترة دي كلها لي طالما أنتوا دول ما برحموش لا طفل ولا كبير ولا صغير ولا برحموا أي حد فأنتوا سكتين عليهم لي يعني ودي نقطة نقطة التانية إحنا شفنا البراميل اللي هي بيقولوا مادة TNT أو مادة أخرى شديدة الانفجار دخلت إزاي براميل يعني مش كيلو أو نص كيلو لا ده ده بالأطنان يعني فعلا بالأطنان دي دخلت إزاي وعدت من الحدود ودخلت في قلب الدلتة في منطقة شديدة الإستحام بل عدت من القهيرة الكبرى أكيد يعني ودخلت هناك إزاي ده سؤال السؤال التاني ودي براميل مش بيشلها واحدة على فكرة يلازم شلوها ودخلوا بيها يعني لا ما نجاي في الكلام يعني هي مسألة مش بيش دخلوا إزاي ده فيه خطة موجودة وفيه تنفيذ موجود وفيه العربية موجودة وفيه ناس اللي هينفذوها موجودين اتضربوا فين وعملين خلايا منفردة يعني الشرطة والجيش ضربوا الخلية دي وصفوها هتلاقي فيه غيرها واحدة هنا والتانية هنا والتالتة هنا والرابع هنا وهكذا يعني يعني أنا أعمل لهم التوفيق لإن هي المسألة مصلحة الوطن أعمل لهم التوفيق والبقاء لله في كل شهدنا وطبعا الضباط الله يرحمهم لكن قليلا نتنقل قصة الجامعات وطلاب الإخوان القصة التي لا تنتهي المسلسل الذي لا ينتهي ليه المسلسل ده ما بينتهيش لغاية اللحظة دي هل اللي بيحصل في الجامعات ده اختراع مش مما حصلش في الدنيا قبل كده ولا المشكلة فين إزاي الموضوع ده يخلص يعني هو في حاجتين رقم واحد طلبة الإخوان رقم اثنين الطلبة دايما بنقولها المغرر بيهم واحد عنده مشكلة واحد عنده ظرف واحد ما عندهش فكر جامعة لم تستوعب لم تقدرتش ان هي تشغل فكره لأن عندنا ضعف في المواد الدراسية لا 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 أنا بكلم لا لا مش حل الأمني بقى احنا بنتكلم على الحل تاني مع الحل الأمني هل سمحت ان رئيس جامعة وعامية كلية أو المجلس على الجامعات عمل خطة أو برنامج إن هو يقعد مع الناس اللي هم مش إخوان عشان يقنعهم من هم يبعدوا عن الإخوان يبقوا الإخوان لوحدهم ما فيش حاجة حصلت يعني سمعنا سمعنا في حرب دلوقتي يعني هو تحويل الجامعات إلى ساعة حرب يتطلب أنه اللي بيرفع السلاح لازم يرفع ضد السلاح فيه ناس فيه ناس معظم الذين توفوا من طلاب جامعة بلاش جامعة الأزر جامعة القاهرة جامعة الأخرى غير منتمين الإخوان هم ضحك عليهم ما فيش حد أنت أقنعتيني بحاجة فيها شر أنا دورك يا دولة أقولك لا ده شر ابعد عنه عشان يبقى معايا سيد ناصر أتتفق معايا إن إحنا في حالة حرب نعم حالة حرب إنت بالوجهات زيك لو إحنا إحنا قلنا إن إحنا في حالة حرب هل يجوز إنه الناس ترفع سلاح أمين من كانوا بقى طالبة مش طالبة يرفع السلاح وبعد كده يبقى ما نبقى إحنا مقريدين إنه ظابط الشرطة برضو يعيني رضا من عنه مش قادر يتعامل زي ما هم بيتعاملوا في الإخير يسقطنا مصابين وشهداء ما هو ظابط الشرطة برضو اللي نزل ده نزل عمره على كفه ده مش ضمن يرجع إنت بتتعامل إنت بتتعامل مع طلبة مع شباب وبعدين حضر لك إنت لو شفت الحركة الطلابية إحنا بنستهين بها حتى هذه اللحظة إحنا بني هم دلوقتي واحد ماشي حتى ماشي في حاله جالوا رصاصة وجالوا خرطوش ما هي قف ضد الأمن يعني معلش تسمح لي ثورة قامل 1911 اللي بدأت طلبة معظم ثورات في مصر بدأت من الجامعات أو من مجتمع الطلاب فإحنا ما نعملهمش أنا شوف حضرتك يعني أنا خاف على البلد يعني اللي بيرمي ملطوف ده ما قدرش أتعامل معه ده 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 يدخل السجن وتحكم على طول أنا بتكلم على ناس إنت حدق لو شفت مثلا 2001 في أي مكان في أي جامعة هتشوفهم تفرزهم كده هتلاقي أن فيه عناصر فيه ناس من الجامعات تانية داخلها فيه ناس صنايعية داخلية فيه ناس الدول جملي يعني وبعدين إيه ما لهمش علاقة بالإخوان ولا يعرفوا أي حاجة في اللقاء سيد نوصر إحنا عندنا مشكلة اللي مش قادر يوعى أنهنا في حالة حرب دي تبقى كارسة وأعتقد أنه في حالة دي القانون لازم يطبق على الجميع لا طبعا 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 وبعدين هو ما أبدأ أن أنا أستخدم سلاح في الجامعة ده يبقى إنسان إرهابي على طول ده ده هم التخدم على كده استخدموا في أي حتة إنسان إرهابي لا 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 الجامعة دي إحنا بنسميه حرم الجامعة زي حرم المسجد حرم الكنيسة هذا حرم قبل عنه أطلع في الشارع أو بقى أنا مواطن عادي إنما داخل الجامعة طالب علمه فقط وليس شيء آخر يعني خلينا ناخد ناخد تعليقات بقى تراغرافية لأنه الدنيا بتجري والوقت مش لاحق العنوين خلينا ناخد الخارجية المصري اليوم الخبر الخامس الخارجية المصرية واشنطن تحتاج أباتشي مصرية أرسلناها للسيانة يعني دي كرسة دي كرسة إنه هم للأسف الشديد شوف تمت الخبر كده بيقولوا إن هم شايفين إن الطيار الإسلامي مش واخد فرصته في مصر ده دي حجة حجة غريبة وحجة مدهشة يعني من أمريكا ولجانب إحنا في طلب إحنا المفروض يعني هم ما يدونيش ناشي إحنا طلبين شراء عشر عشر طائرات مروحيات عشان نستخدم أرسلنا أرسلنا أنا بكلم في كده هم ما يدونيش ونزعل منهم هم ما يزعلوا منهم حاجات كده ناشي لكن إنه إحنا نبعد طائرات تتصلح ما ترجعش كمان السؤال عندنا يعني من إمتى بنبعد الطائرات تتصلح ما مش كطع غيار بيتيجي ليه وتتصلح هنا عندنا كفاءات كبيرة جدا في قوات المسلحة يا أخي ده 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 كل الطائرات الموجودة حربية أو حتى النقل العسكري كلها كطع غيرها موجودة هل إحنا لو في حالة حرب هنبعد الطائرات تتصلح في أمريكا وترجع تاني ما ده سؤال أنا عايز أشوف ما عندناش كطع غيار أمريكا منعت عندنا كطع الغيار عشان نبعد طائرات تتصلح هناك أو ده سؤال لكن الرد الأمريكي الغريب والمدهش محتاج رد من مصر ده تدخل في الشأن المصري حقيقي إن هي حسب موارد في ماتن الخبر إن أمريكا شايفة إن الطيار الإسلامي لا يعامل معاملة حسنة مثلا أو مش واخد حق فصولة الهمل السياسي هل نقدر نربط ده الأمن الداخلي المصري عشان نربط هل نقدر نربط ده بتعليق أعمال السفارة السورية وردا على السياسة الروسية وموقف روسيا من أوكرانيا ومن أقليم من الكرم بالذات ومن مصر كمان فهل ده يأتي في السياق اللي بيقص لا لا أعتقد إن ده ليس لها علاقة هل نتكلم على حي هم نتجهنا إلى روسيا فهم نكون ده رد فعله جابوا مسألة الطائرات الإسلامية دي كحجة غطاء يعني لكن هم طبعا مصلحتهم هم بيضروا على مصلحة شراء وبيع وفلوس جايا لهم جايا لشركات المنتجة للطائرات وكده في أمريكا فإحنا نبعت لهم طائرة تتصلح ينفضوا تصلحها ده شيء مدهش فاضل أقل من دقيقة طبعا سد النهضة في إثيوبيا ده لقد نتكلم فيه ساعة مش هنوصل لحاجة لكن خلينا نختم بالانتخابات ولوطن الصفحة الثالثة الإخوان يرينون مقاطعة الانتخابات وإسلاميون سيدعمون صباحي سرا واللجنة العالية الانتخابات من ده من المصر اليوم الخبر السادس اللجنة العالية الانتخابات قرار دعت الناخبين لأن يصدر قبل خمسة أيام وتأخير في إعلان فتحها بالترشيح وفي نفس الوقت إحكاية إخوان أعلنوا المقاطعة وإحكاية إسلاميون أو طيار الإسلام السياسي عشان نبقى أولا في اكتماع المجلس الوزراء يدور حاليا ويترد بشكل كبير جدا أن المشير على فتاح السياسي سوف يقدم استقالاته ولكن هذه معلومة غير مؤكدة نسمع ده بقى أنا بقول لك غير مؤكدة رقم اتنين مسألة أننا ما فيش بيان طلع أو حاجة رسمية طلعت من جماعة الإخوان الارهابية أن هي هتقاطع أو لا تقاطع الانتخابات كل كلام ما زال مصادر مجهلة رقم ثلاثة إسلاميون سيدعمون صباحي سرا أنا ما اعتقدش كده خالص لأنه صباحي يتساوى مع غيره بالنسبة لإسلاميين أنه هو ضدهم لكن ده كله برضه سفدي مصادر لكن الطيار الشعبي حصل على مقاعد أثناء نعم كان فيه برضو نعم 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 نحن نتكلم نحن نتكلم عن حالة سوف يتغير من قالك أن فيه مرشح واحد أو اثنين أو ثلاثة أنا بكلم على وقاع أنا مش بقول رأس نحن ننتظر تسأل نتكلم في هذا السؤال عندما يتم غلق باب الترشح ويتم بقى بانتهاء الطعون والكشف الطبي على المرشحين يقب أمامي مرشح بقى نتعامل معه يدي لداء أو ما يديش لأن الصورة قدامنا مش كاملة يعني عشان نقوم عليها التأخير اللي هو مش قبل خمسة أيام ده نتج لأن فيه دورات تدريبية بتتم تأريده فيه دورات تدريبية بتتم ولكن هذا نحن نتكلم على دعوة الناخبين لكن لا إيسا له علاقة فتح باب الترشح يعني ممكن فتح باب الترشح وقبل كده غالبا ولكن فتح باب الترشح أهميته قرار دعوة الناخبين لا فتح باب الترشح لمن يريد التقدم من تخبات الرئاسة عايزة ترشح الباب لم يفتح حتى الآن فبالتالي أعتاك بس لن مش عيجي قبل قرار دعوة الناخبين لا طبعا طبعا يعني مش عيجي قبلها ما هو شوف حضرتك فبالتالي هو محددش هو ده على فكرة يعني هو قال خمسة أيام حسبها من مبارح التصريح من مبارح يقوم السفتة والحد هي نفس نفس القصة اللي بنتكلم فيها فبالتالي أنا شايف إن مسألة إن احنا عندنا في حاجات جديدة ومستجدات في المرشحين للرياس الجمهورية مثل الكشف الطبي حتى العملية النفسية وحددوا خمسة أمراض بالأمس وزارة الصحة اللاحة التنفيذية اللاحة التنفيذية دي معاييره شبه دولية واخدينها يعني المخ والأحصاب والكبد والقلب والكلة خمس حاجات يعني هم إذا كانت موجودة في أي مرشح يصبع فورا يعني وده شغلك وزارة الصحة وكبار ومستشارين وأسازة وكلا طب في كلام على أن الأحزاب هترفع كلمة يعني اقتراحات لرئيس الجمهورية لتعديل قانون القانون هم رفعوا بالأمس رفعوا بالأمس هو أعتقد أن الرئيس عدل منصور حسب المسألة دي وخلاص يعني ما فيش فيها كلام تاني يعني وبعدين أعد مع الناس وأعد مع المسلمين أحزاب كبيرة وكتل سياسية كبيرة وهم تقريبا وفقوا على هو أقنعهم أن المادة السابعة بقاءها في خير مصر في المفرحلة الحساسة اللي احنا فيها دلوقتي فلا أعتقد أن يقود رئيس الجمهورية على تعديل المادة السابعة في الوقت الحالية أستاذ ناصر فياد مدير تحريب يهدت الوافد بنشكرة كفاند من نورتنا مشاهدين دي كانت نهاية منشتات صحافة عشرين مارس ألفين واربعتاشر يا رب تمنهاية أسبوع سعيدة علينا ونتمنى أن بلدنا تتغير وأن الدولة تشد شوية نشوفكم بعد الفصل أراضي